بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم زادتي فنفوز فوزا عظيم يا أيها النبأ العظيم إليك في أبناك مني أعظم الأنباء إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخفت في عضديهما ما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعظائي ملقا على حر الصعيد لوجهه أبو علي ملقا على وجه الصعيد لوجهه في فتيتين بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت عيونهم أمو بلا إغفاء متوسدين من الصعيد صخوره متمهدين خشونة الحصباء أولي عليه ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبراتها عبرات ثكلة حرة أحشاء ايش حالهم قال أصواتها بحة وهن نوائحون أصواتها بحة وهن نوائحون يندبن قتلاهن بالإيماء ساعة القشر يوم يوم مروا بالمذابي كلهم عراية 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 والستر من سافي الريح والي ومن الحزن زينب تقوم ونوب نطيح 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 وتصيح شاب الراس من عظم الرزي ورملة على الجاسم هوت رملة على الجاسم رملة على الجاسم هوت تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعاد يبني أسرها وانت طريح وجثتك محت قبرها امدلل يا عقلي وبثرت بقرمي قلها لسان الحال صبري وادعيني يا والد شق ضريح ولحديني جمعي وسادة من التراب والسديني قالت شبيدي والعدد أنه المطي يا بني ضعيفة 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 أو ذوّب قلاب مصابك بعدك شباب وما تهنيت بشبابك وصارب فرد ساعي زواجك والمني إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرَدَ فِي زِيَارَةٍ نَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ عَنْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الْأَمْرِ وَالْزَّمَانِ السلام عليك سلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البريء من أعدائك سلام من قلبه بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مسفوح سلام المفجوع الحزين ألواله المستكين أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد و يا رحمة عليك الله حسوف الله حسوف و aslında هناك ركيزة مهمة في زيارات أهل البيت وفي أدبيات أهل البيت عموما الإشارة إلى قاعدة المودة والمحبة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب الإسلام بصورته الناصعة التي هي التشيع قائم بجناحين البرهان والعقل والدليل والحكمة وحتى تتم هذه الحجة الله جعل لنا هذا المنهاج منهاج العاطفة الذي أشار إليه جميع الأنبياء كل الأنبياء في سلوكياتهم في تأريخهم أشاروا إلى عملية الود المتبادلة بين النبي بين الإمام وبين الأمة واجعل يقول إبراهيم الخليل في دعاء واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أفئدة يعني لغة القلب لغة المحبة لهذا أكبر كنز يمتلكه الإنسان في حياته هو الصلة بأهل البيت عليهم السلام عبر المودة المحبة لماذا؟ لأن مرات أكو شيء أنا أقتنع فيه ومرات أكو بعض الأشياء الأكثر أنا حبي لأهل البيت عليهم السلام هو الذي دفعني للالتزام بها الحسين يحب الصلاة أنا أحب الصلاة يحبون المآثر أنا أحب المآثر يحبون الأخلاق الطيبة أنا أحب الأخلاق الطيبة ليش؟ لأني أتشبه بمن أحب لهذا أشوف دقق حبيبي في هذا الموضوع لا نمتلك إحنا اليوم في يومنا هذا كنز أعظم وأكبر من حب الحسين عليه السلام أتخيل الآن اللي وهلة أخلوا بنفسك أسأل نفسك هذا السؤال لو كان أنت وأنا ما في بحياتنا الإمام الحسين عليه السلام ما هي يعني الهوة والفراغ الذي الهائل الذي نعيشه بدون وجود شخصية الإمام الحسين عليه السلام في نفوسنا زين؟ راح يكون عندك فراغ أنا أقول لك يعني إذا قدرت أحصي راح يكون عندك فراغ علمي فراغ أدبي فراغ خلقي فراغ قيمي فراغ في القدوة فراغ في العبادة فراغ بالأنس بالعلاقة مع الطيبين فراغ في فهم الدين بالاتصال بأهل الدين تفقد العلاقة حتى مع القرآن مع أهل البيت عليه السلام الحسين عليه السلام يمثل بالنسبة لنا الصلة بالله عز وجل والنبي اختصر هذا قال أحب الله من أحب حسين اللي الله يحبه هو الذي يتعلق بالإمام الحسين عليه السلام الرواية ينقلها ابن قولويه في كامل الزيارات عن الصادق عليه السلام يقول من أحبه الله قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته من أحبه الله أو من أراد الله به خيرا هو النص هكذا من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ومن أراد به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته نشوفوا حب الحسين ولد مع ولادة الحسين تأريخيا يعني شمايل الحسين صفات الحسين اهتمام النبي صلى الله عليه وآله به تجعل من المسلمين اللي متوجهين للنبي طبيعي يعني منه يكره الحسين عليه السلام الوضع الطبيعي شايلة دائما بحجرة يقول ما صبرت حتى قطعت حديثي ورفعته ما إلي يقول حسين مني وأنا من حسين حتى بعضهم اللي مثل هذا لعله زيد بن أرقم اللي شاف رأس الحسين عليه السلام بين يدي يزيد بن معاوية وكان ينكت بالمخصرة بالمخصرة ثنايا الحسين فشنو قال شوفوا هذا مختزل في ذهن مواقف قال له ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين فلقد رأيت رسول الله شوفوا الكلام ما لا أحصيه كثرة يقبلهما ولقد رأيت رسول الله قد أجلس حسينا على فخذه اليسرى والحسن على فخذه اليمنى واضعا يديه على يافوخيهما وهو يقول اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين هذه المناظر اللي عاشها الصحابة ومن كان بمحظر النبي دفعتهم إلى حب الحسين الكبير ثم أنه ما كان في الحسين شيء ما يدعو إلى الحب ترى الله لما فرض مودة أهل البيت مودة أهل البيت فطرة مثل التوحيد أبدا ليش كل شيء فيهم يدعو إلى الحب كل شيء فيهم يدعو إلى الحب قلنا ولد الحسين وولد معه الحب له وقتل الحسين وبدأت الترسانة الإعلامية الأموية تؤسس لبغض الحسين لكن نحن لا نتكلم في هذا الجانب هذا الجانب المظلم المتعب حتى الكلام في المتعب في المتعب ومتعب الذين خلينا الآن في أجواء الحسين تشوف أنت بالزيارة شيء يقول الإمام صاحب الأمر السلام الله عليه يقول يقول السلام عليك سلام حينما أتكلم عن الإخلاص في المحبة إذا الله يعني أعطاني المجال إن شاء الله أتكلم عن الإخلاص في محبة الحسين وفي ولاية الحسين عليه السلام وماذا يعني بعدين يقول المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك الحب الذي نكنزه في قلوبنا تجاه الحسين عليه السلام لا يحركه إلا الله عز وجل ما في قصد ثاني مو أعجاب بالحسين عليه السلام كبطل مثلا أو كقيمة من القيم لا كون إمام مفترض الطاعة مثل ما تكلمنا البارحة موضوعنا كامل في مقام العباس عليه السلام في هذه النقطة أن هذا الموقف وقفه باعتبار الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام المفترض الطاعة البريء من أعدائك زين البريء من أعدائك زين هناك رواية عجيبة في محبة أهل البيت عليهم السلام أصلاً حياة أهل البيت عليهم السلام كلها قائمة على المحبة وعلى المودة في روايات الفضاء المذكورة أن يوم من الأيام الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله أن يوم من الأيام أمير المؤمنين يقول فاطمة سألت كانت فاطمة عليه السلام وأمير المؤمنين والحسن والحسين قالت من أحبنا إلى رسول الله سألت نفسكم هذا السؤال من أحبنا إلى رسول الله فاطمة قالت أنا أحبكم إلى رسول الله علينا أمير المؤمنين قال أنا أحبكم إلى رسول الله الحسن قال لا أنا أحبكم إلى رسول الله الحسين عليه السلام قال لا أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قد يبدو لك للوهلة الأولى أن هذا الحوار بين أربعة من أركان الوجود وأصحاب الكساء يعني ما ينم عن عمق سطحي كأن الحوار نحن عندنا مشكلة أنه ما نتداول أخبار الفضاء ترى حتى المجالس فيها فقر بالنسبة إلى الفضاء ليش لا نقرأ العمق اللي موجود في فضاء الأهل البيت عليهم السلام يقول الإمام أمير المؤمي يقول بينما نحن كذلك إذ دخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سألنا فيما أنتم قلنا لهذا الحوار اللي دار أنه منه أحب الناس على قلبك النبي قبلهم ضمهم أجلس الحسن على فخذه الأيمن الحسين على فخذه الأيسى قبل لا أقول جواب النبي صلى الله عليه وآله اللي حسم في الخلاف فيما بينهم هو ماكو خلاف هو أكو تلطف زين أكو رسالة يريدوني وصلونها لنا بالتدريج يعني بأسلوب لأنه اللي ما يطول الشجرة يجيل كبير يعطيه الثمار من فوق الشجرة يسلمها له كتسهيل أهل البيت قاعدين يرفعوننا إلى الرسالة اللي موجودة في هذه القضية شنو الرسالة الرسالة الموجودة في هذه في هذا الحديث وهذا النص اللي هو المودة أجواء المودة اللي موجودة في أسرة محمد وآل محمد يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة شوف أزواج بنين حفدة حتى تتكامل الأسرة زين حتى الأسرة تاخذ مجالها البيت حتى يتكامل الأسرة حتى تتكامل لازم تكون فيها ثلاث طبقات يحتاج أن تكون ثلاث طبقات طبقة الجد والجدة والأبناء والأحفاد زين الأزواج يقول القرآن والبنين وحفدة زين إحنا طبعا للأسف الشديد صايرة حياتنا الأولاد خصلا لما يتزوجون أو كذا يبتعدون عن الآباء بينما تكامل طفلي أنا طفلي إذا أريد يتكامل زين الحفيد لازم يعيش مع الجد زين ليش لأن هذه الأجواء أجواء المودة يحتاجها الطفل فهذه أجواء شوف هذه الآية منطبقة تماما على أسرة آل محمد سلام الله ثم أن الحياة في هذه الأسرة قائمة على ماذا وجعل بينكم مودة ورحمة على الحب أي خلاف بين الزوجين أي خلاف بين الأزواج ممكن أن يندفع بالحب أي مشكلة تنحل بالحب فإذا مرات ما يصير حب زين يقول سأله والنبي واحد قال لمن أنكح ابنتي من أزوجها اللي عنده رصيد اللي سيارتة حلوة اللي عنده حساب في الموقع الفلاني وعنده جمهور زين منه أزوج ابنتي منه قال زوجها المؤمن ليش قال فإنه إن أحبها أكرمها زين إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها هذا شنو؟ هذا قسم شنو؟ رحمة مودة ورحمة الرحمة في قلب الإنسان المؤمن شيء طبيعي لأنه متربي على قيم السماء وقيم القرآن وقيم أهل البيت عليه ومن كان كذلك ما يظلم أمرأة زين ما يأخذ أمرأة من بيت ناس ويعذبها ويعلقها ويخليها زين معذبة خلاص أنت إذا أحببتها أكرمها ما أحببتها أرحمها زين احترم هذا الميثاق اللي بينك وبينها زين فهذه المودة تحتاج لها طاقة دائما في رواية شوية طويلة عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته زين وهي الموافقة يعني أحيانا يمشي وياها زين يمشي وياها فيما ترغب ليش ليجتلب به موافقتها ومحبتها وهواها هو يم لازم اللي لا تطلب يقول الإمام الهادي عنده رواية حلوة يقول لا تطلب الصفاء الصفاء لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه أنت تبي منها صفاء لا تكدر عليها أنت تقدم خطوة اسمح لها هي أن تقوم بواجباتها ما يرتبط بالمودة والحب زين اثنين حسن الخلق معها استعمل الأخلاق دائما خل هذا أمامك لما أنت خصوصا في هذه الأجواء الصاخبة والأخبار الحلوة والعالم كلها مضطرب وكذا والجو هم حار كل شيء تمام يعني ولله الحمد من تجي البيت قبل قبل ردة الفعل قبل ردة الفعل اذكر أن هذا الكلام أخلاق اللي بقوله أو مو أخلاق في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أكو شيطان حتى لا اسم أنا الآن نسيت اسمه يقول هذا تخصصا تخصصا لما الأبو يرجع من برا زين يلا قولي 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 يلا أنت جاوب كذا من يصير الخلاف هو يقعد يضحك يتونس لأنه أفشل مشروع المودة زين إذا استقرت الأسرة استقرت الحياة كل شيء يستقر زين استماء وست الثالث استمالت قلبها بالهيئة الحسنة لازم هو أيضا يهتم بنفسه زين أكو بعض الأزواج مثلا يشتكي يقول زوجتي مثلا ما تهتم زين أنت اهتم افرض هذه القضية خلي يصير تنافس خلي يصير محاكات والحدي والحديث طويل بس أنا أنقل منه القضية التي تهم زين الآن هو ما راح على بالكم الرواية أن النبي الآن لازم يحسن من الذي أحب من هو الأحب عند قلبه وهنا يبين لنا عمق هذه الروايات التي قد نشوفها مثلا سطحية فقال النبي صلى الله عليه وآله أنتم أولى بي في الدنيا والآخرة أنتم في الدنيا والآخرة أنتم الأولى الأولى يعني الأقرب ما في أحد نفسكم لا صحابي ولا زوجة ولا غير أنتم أقرب الناس إلى قلب محمد والله من والاكم شوفوا هذا يعني تدري شنو النبي قاعد يتكلم عن لب الحب اللي قاعد يجمع نا الآن والله من والاكم وعاد من عاد كم أنتم مني وأنا منكم والذي نفسي بيده لا يتولاكم عبد في الدنيا إلا كان الله عز وجل وليه في الدنيا والآخرة زين إذن إحنا لما نحب أهل البيت عليهم السلام نتوجه لهم نتأثر بهم زين هذا الحب خالي من العقبات شايف الإنسان من يمشي في الشارع يخلوه لمطبات زين مطبات حتى ليسرع حتى ليتهور حتى كذا يعني يوازن نفسه إحنا نحتاج موازنة أيها الإخوة شنو هذه الموازنة الموازنة أننا نعرف أن حب أهل البيت عليهم السلام ابتلاء لنا ابتلاء شلون ابتلاء نحن في حبنا لأهل البيت عليهم السلام نصطف اصطفاف يعني شنو اصطفاف شايف ذكرى الإمام الحسين عليه السلام ذكرى الإمام الحسين وعاش وراء وكذا هذه تعيد لنا الاصطفاف بالمحبة شوفوا الناس الآن يتنافسون بالمحبة أكو هم ناس يتنافسون بالبغض بعد وقلنا من تحجى فيهم زين بس أكو ناس يتنافسون بالمحبة ترى كربلاء لا زال الحسين يفرز زين لما طلع الشيخ المفيد يقول لما طلع من مكة انفصل جاءت الملائكة ذكرنا هذا الخبر أواء المحرم ثم جاءه الجن قالوا أمرنا بأمرك يا ابن رسول الله نحن نقلب المعادلة فينا كبار فينا أهل قدرة فينا مردة فينا سلاطين نغير المعادلة يا ابن رسول الله قال لهم الحسين عليه السلام لا لا أنا لابد أن أدرك مصيري بالقتل بالموت أنا ما أأذن لكم شيء أبدا وإذا أنا لم أخرج هنا الكلمة فبمن يبتلى هذا الخلق وبماذا يختبرون تدري شنو معناته ترى هذا كلام مرعب معناته أنا الآن قاعد أمر فيه اختبار وأنت تمر باختبار لأن ذكر الحسين ومقتل الحسين قاعد يتنزل على أنه يقرأ كل سنة ويتجدد مع محبة الحسين عليه السلام فأحنا وين نصطف شايف أكو بعض الناس يكتفون هذه الليالي أن يتابع المجلس في بيته قاعد في البيت طبعا أنا ما أتكلم عن ذوي الأعذار أبدا أكو ناس عندهم أعذار زين وكيف هم اللي عنده عذر كما يحب ولكن هذا اللي يقول شلي أنا بدوخة الرأس وشلي بهذه الزحمة لا أهل البيت يبون هذه الزحمة عندنا هذه الرواية الآن ما في مجال للحديث عنها شوفوا أخبار الإمام الصادق عليه السلام في النصف من شعبان اللي رواها ابن قولويه هذه التجمعات أهل البيت يحبونها في كل عام لنا في العشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك كل مكان موجود محبين أهل البيت عليهم السلام البلد يتغير وضعها فيها العشرة فإعلان أن هذه الأيام مقتل سيد شباب أهل الجنة فأنا أروح أصطف أروح أعلن انضمامي أعلن ولائي أعلن براءتي بأقصى بأقصى ما يمكنني من أن أقدم خطيب رادود شاعر زين أدناهم تقعد تحضر تبتي زين تستفيد من مدرسة الحسين عليه السلام يكون عندك مجلس في البيت تحفز الناس لو إعلان واحد لكل المجالس صدقني أنا ما أقصد مجلس معين لا والله وحق الحسين هو كل المجالس أنا أقدسها وأحترمها ليش لأن أعتقد أنها أنفاس محمد وآل محمد هذه مجالس أمان أمان للبلاد والعباد تطرد السوء تطرد الشر يتداول فيها قيم أهل البيت عليهم السلام فيها البركة تدفع السوء عن البلاد عن الناس يرتادون محبي أهل البيت من أي مذهب كانوا من أي دين كانوا إذن المحبة ابتلاء المحبة ابتلاء ليش لأن تفرزنا ونحتاج أن نقوي هذه المحبة وبعد ونحتاج هذا المحور الثالث في حديثي ونحتاج إلى الإخلاص في المحبة يقول صاحب الزمان عليه السلام يقول مخلصا في ولايتك المخلص في شنو الإخلاص مرة أنا أتفاعل ويا حدث الحسين عليه السلام معجب بشخص الحسين زين معجب بشخصية بقيم بشجاعة الحسين أبي الضيم زين معجب مو هذا المطلوب مرة أرق على الرقة تحملني أن أتفاعل أحضر أبتشي لما جرى على الإمام الحسين عليه السلام مو هذا المطلوب الرقة مطلوبة بس مو هي الناقل مو هي الحافز مو هي الباعث الباعث هو الاعتقاد بولاية محمد وآل محمد كون إمام مفترض الطاعة ترى حتى في الزيارة حتى في الزيارة وفي الأعمال الناس أقسام يوم القيامة أكو ناس زوار للإمام الحسين عليه السلام ينادون الإمام الصادق يقول ينادون ويقول ها فيما زرتم الحسين ليش زرتوا يقولون لا إحنا ما عندنا حوائج إحنا مو رايح إلا ولو إنه باب الله يعني تروح ل عندك حاجة ما أقول لك لا تطلب حاجة لا بس هذول أرقى قالوا إحنا نزور حبا في رسول الله وحبا في علي أمير المؤمنين وحبا في فاطمة الزهراء وحبا في الحسن وحبا في الحسين تدري الملائكة ينادونهم يوم القيامة يوم القيامة ينادونهم الحقوا بمن أحببتم يلا روحوا يا محمد وآل محمد قلت لك أن حب الحسين ظاهرة ولدت مع ولادة الحسين عليه السلام أول ما ولد الحسين ولدت هذه الظاهرة أكو ناس الآن هذا يبين لي موضوع مستقل يعني إذا أتكلم عنه أكو ناس ما تتصور كثير كانوا يحبون الحسين عليه السلام هو ينحب حسين هو محبوب زين هو يحب القريب والبعيد إلا ذاك بعد مريض القلب بشي تسوي لقلاص بها إلا من حق عليه العذاب وإلا أكو ناس مثل جابر بن عبد الله الأنصاري كان يحب الحسين يعني كان إذا شاف في سكك المدينة يقول لها حبيبي حسين الحسين يقول لها حبيبي جابر زين لهذا هو خلى إيده على قبر الحسين شنو قال حبيبي يا حسين حبيب لا يجيب حبيبي من ضمن الشخصيات المهمة اللي تحب الحسين حبا كثيرا وأنا من أذكرها الرواية أحبها الشخصية أم سلمة أم سلمة كل شي تحب تدري إلى أي درجة تحب الحسن والحسين أنه يوم من الأيام فاطمة عليها السلام اشتكت إلى رسول الله شكوى امتنان زين نسمعها الرواية جميلة شكوى امتنان يعني شكوى تحب قالت يا رسول الله أم سلمة غلبتني على الحسن والحسين دائما عندها تجي من الصبح تأخذ الحسن والحسين ما ترجعهم زين ولا طاقة لي لا صبر لي على فراقهما زين اجي النبي إلى أم سلمة كلمها بالموضوع قال لها يا أم سلمة أتحبينهما قالت إي والله أحبهما قال أتحبينهما قالت إي والله أحبهما أتحبينهما قالت إي والله أحبهما زين النبي صلى الله عليه وقال والذي بعثني في الحق إنهما سيدا شباب أهل الجنة زين هذول اللي قتلوا بين يدي الحسين يوم عاشوراء كانوا مغرمين بالنظر إلى وجه الحسين عليه السلام يحبون يشوفون الحسين أنت الآن إيش كثر حاضر تدفع إذا يقولوا لك تعال نوديك هالساعة إلى ضريح الحسين عليه السلام تخلي إيدك على قبر الحسين عليه السلام هذا الشباب القاسب من الحسن إيش كثر كان يحب الحسين عليه السلام ليلة عاشر الحسين عليه السلام صف أصحابه وحدثهم بمقاتلهم كل واحد وحدثه عن الطريقة التي يقتل فيها أنت رح تقتل بهذه الطريقة وأنت تقتل بهذه الطريقة وأنت زين بعد أن قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذه جملة وظلوا النخبة القليلة القلة وحدثهم بما يجري عليهم خلاهم سماطين شوف شوف القضية شوف خليها بقلبك خلاهم سماطين واقفين وواحد واحد يحدث مثلا أبو الفضل أنت غداد غد تقتل زين تقطع يمينك شمالك يأتيك السهم في عينك اليوم يهوي العمد على رأسك أخذ مننا الميثاق قبل إلى أن وصل إلى القاسم لما وصل إلى القاسم أبو السجاد من شاف القاسم خنقته العبرة أشفق عليه ما قدر يقول له قال يا عم أنا ما أقتل مع إخوتي وبني عمومتي الحسين سأله قال ولدي قاسم كيف الموت عندك قال في نصرتك أحلى من العسل الحسين التفت لقال لا تقتل ولدي قال لا أقتل قال لا غداد غد حتى عبد الله الرضيع رح يقتل قال لا حتى عبد الله الرضيع يقتل قال يهجمون يبلغ الأمر بهم أن يهجمون به على الخيام يا عمي قال لا أنا أأخذه إليهم لأسقيه قطرة من الماء فيذبح على يدي وصار يوم عاشر اليوم المنتظر وسمع استغاثات الحسين اللي تصدع الصخر ألا هل من ناصر ينصرنا صيح بصوتك أنت يا حسين هل من ذاب يذبوا عنا يجي القاسم استأذن رجع الحسين استأذن مرة ثانية رجع الحسين رجع القاسم مهموم مغموم تذكر أن أباه قد ربط له عوذة في ذراعه الأيمن وقال لولدي قاسم هذه العوذة إذا أصابك هم وغم فافتح هذه العوذة ونفذ ما فيها القاسم ما أصاب هم وغم مثل ما أصابه يوم عاشر فتح العوذة وإذا فيها ولدي قاسم إذا نزلتم أرض كربلا وأحاطت بعمك الأعداء فلا تقصر عن نصرته وإذا ردك عن القتال فراجعه المرة والمرة هذا ركض القاسم ركض للحسين عليه السلام قال لهذا حصلت الرخصة من إمام مفترض الطاعة وهو أخوك الحسن لما نظر إلى خط الحسن انحدر الدموعه على خده صاح زينب أين صندوق الحسن أخرج منه عمامة الحسن وجبة الحسن ألبسهما للقاسم خيل لأهل البيت للنساء أن القاسم خرج من قبره فتصايحنا النساء في وجهه وحسنا صاحب دم النحر حنوني بدم النحر حنوني وأنا العرس ماريدة وصوب القبور زفوني لزمة ترشابة سكينة وعمتة بحلقة تشم ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أم يبني أجاسم هلوقت حيلك العمك ضم إلها اليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني حز الرمح وتشن يا والدة تدعيلي رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي ليش ليش يا قاسم قال عمي وحيد 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 بكربلة عمي وحيد بكربلة المن أضمن غيحيلي أنتي وعمتي زينب لمن أغير نخوني لكن يا أمه عندي وصية وصيت يمه وصيت سمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله تذكري شبابي محروم محروم من شم الهواء من دون كل أصحابي وأنا العرس ما أريده أصوب القبر زفوني بينما هو كذلك وإذا به يسمع استغاثات الحسين التي تصدع الصخر ألا هل من ناصر ينصرنا ألا هل من ذاب يذب عنا فخرج القاسم منادياً لبيك لبيك ها نحن بين يديك يا أبا عبد الله ضمه الحسين إلى صدره يقول الخوارزمي جعل الحسين يضمه حتى وقع على الأرض يعني الحسين والقاسم ولي أولي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لما نهوه وللقاع لاعبني لعمه ولأبو لاع على أوليده يا ويلي وداع الأكشر شي يقول له الحسين يقول له يشمام تلبيها القلب يرتاح عشر سنين عشر سنين في حجر عمه الحسين يشمام تلبيها القلب يرتاح يا ماي الحياة اللي تبدى وراح هلاه الزفتك صارت لطمو صياح ولملبس دموع عمك الهمال يقول حميد بن مسلم برز علينا غلام من خيم الحسين شوفوا شوفوا بقلبك ها برز علينا غلام من خيم الحسين كأن وجهه شقة قمر وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان جعل يضرب بالسيف وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزين يقول بينما هو يقاتل قتال الأبطال غير مكترث بالقوم إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى لعدم اكتراث بالقوم إنحن القاسم ليعدل شسع نعله قال الأزدي علي آثام العراب لأذكلن قلب عمه فيه إذ أقبل إليه الملعون من خلفه وضربه بالسيف على رأسه رحم الله من نادى وقاسمه وقع يخور في دمه وهو ينادي عميا حسين عليك مني السلام أسرع الحسين له كالصقر المنقض الوحيد الوحيد من أصحاب الحسين اللي قتلوا اللي الحسين تبع قاتله فقتله هو القاسم تبع قاتله فقتله ثم عاد إلى الغلام يقول الراوي ثارت غبره منجلت الغبره إلا والحسين منحن إلا والحسين منحن على ذلك الغلام وهو يقول يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك على بعدا لقوم قتلوك يا روح الخي التفتار شو الحسين شوف هالمنظر وتأمل شال على صدر وقام يمشي فيه لكن شلون الراوي يقول ورجله تخطان على الأرض يخطى يقول أنا أتأمل لا الحسين قصير ولا القاسم أطول من الحسين لكن الحسين محني الظهر من هوك من كثر ما يحمل الشبان يقول لا 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 صوتك هذا على حساب الحسن جابه ومدد ما بيشاعدهم يا ولي وهم موت وبس ما سمعني النسوان صوت جاءت أمة تصيحة الله اي وياها جاءت أمة تصيحة الله تقل لها تقل لها أنا من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفان قلت الولد ما يعود من حومة الميدان قوم يا زينب وادعي شمعة الشبان وشقي على العريس جيبت يا زيجية صاحت ولا مال ولا مال ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال ولا مال ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال ولا مال يا جاسم يا جاسم خابة اغنوني ولا مال ومحل الضيج يا ابن قطعي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم يا الله اللهم أني أسألك وأدعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لمولانا الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعته المستشهدين بين يديه من أوصان الدعاء من كان في هذا المكان الشريف طالب حاجة اللهم اقضها لهم جميعا يا الله ايش في مرضانا تقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين تقبل عمل المؤسس بأحسن القبول وإلى روحه وإلى من سلف من أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات